موسيقى مشاهدين الكرام جمهورنا الرياضي أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج فوت بلوس على قناتكم قناة البلاد إذن عدد جديد ومواضع جديدة البداية ستكون بموضوع مشاكل الأندية مع الديون والمستحقات العالقة لللاعبين قبل أيام عن الميركاتيو الشتوي وسنأخذ في عدد اليوم اتحاد نادي اتحاد الحراش كعينا كما سنتحدث عن اللقاء الذي جامع خيردين زدشي رئيس الاتحادية بأعضاء المنظمة الوطنية للصحفين الرياضيين لإخماد النيران انصح التعبير في عدد اليوم مشاهدينا نستقبل جعفر بوسليمان مساهم في نادي اتحاد الحراش أهلا بك أهلا بك سي وليد أهلا بسي موراد بوطاجين أهلا بسي جعفر شكرا لك شكرا على حضور كما نستقبل مشاهدينا الكرام الإعلامي موراد بوطاجين أهلا بك أستاذ موراد شكرا لك شكرا لك مشاهدينا الكرام نبدأ مع موضوعنا الأول نتابع هذا التقرير ثم نواسل ديون العالقة والأزمة المالية الخارقة وجهان لعملة واحدة نخر جسد الأنذية الجزائرية المحترفة التي بدأت تعيش ضغطا رهيبا مع اقتراب مرحلة التحولات الشتوية والمنتظر منتصف شهر ديسمبر المقبل قيمة الديون الإجمالية التي ستكون الأنذية مطالبة بالتسديدها تجاوزت الواحدة والخمسين مليار سنتيم لكن المشكل لا يكمن في الديون في حد ذاتها بل في طريقة تسديدها من جهة ومن مصدر جني الأموال قبل انتهاء المهلة التي منحها رئيس الرابطة للجميع القانون القرار تأخذ في وطار المكتب الفيدرالي وبالتالي محكومة لأنه ننتجع لطبيق القانون ولكنك السمحةOrg السمحة على قانون اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة ونادي بارادو هي الاندية التي ستنجو لا محالة من مقصلة العقوبة التي هددت الرابط بتطبيقها على الاندية المتمردة فالاندية الكبيرة تواصل السباح داخل مغارة علي بابا ولا تتلاعب بتسوية رواتب لعبها اما ندي بارادو فيواصل انتهاج سياسة سمينة ورخيصة اكس الاندية الاخرى التي تعد الحلقة الاضعف في التسيير ليبقى الاحتراف في الجزائر حبرا على ورق وتبقى الاندية الجزائرية عبءا ارهق كاهل الوصاية شكرا لزميلة مريم افرح على هذا التقرير مرد بوطاجين كاعلامي وقانوني نبدأ معاك نتحدث عن ديون اموال كبيرة 51 مليار سنتيم قيمة الديون يعني نتحدث عن العقوبات الجانب القانوني العقوبات اليوم يقول لك سيقرباج ما نبقى وش نحي ونمنعهم الانتداب وانما خصم النقاط يشوف فيها ده هو الحل امتل للقضاء على هذه المشكلة فعلا هو في الحقيقة فيما يخص العقوبات هذه رهي يعني تبان في تطبيقها طبقا يعني اخذا بعين اعتبار قوانين الفيفا من محطة الى اخرى اليوم اخر محطة يعني كانوا تكلموا على العقوبات وكانوا تكلموا ما هوش على الخصم النقاط ولكن تكلموا على عدم السماح يعني الانديا في الميركاتو يعني في الميركاتو الشتوي ولكن هذه المرة اخداوا يعني قرار تماشين قلت مع قوانين الفيفا والمكتب الفيدرالي ما هوش الرابطة حتى يعني المسيرين يعرفوا المكتب الفيدرالي اخداوا هذا القرار وهو خصم النقاط ولكن الشيء الملاحظ هو انه حتى المشاهد يعرفوا الرياضي يعرف انه هذا المشكل راه منذ انطلاق يعني منذ بداية الاحترافية وحنا عايشينه اعود بالله ما نقولت انا كاعلامي ثم كمحامي في العامل اللي من قبله العامل اللي قبله ما كانش فارقة عود ما نقولش يعني 100% ولكن 70% و75% من القسم الاولى الرابطة الاولى والرابطة الثانية اللي ما كاش عندهم مشكلة انتعى الدفع الرواتب كنت الحق تانا يا في كثير من الحالات كينفرق ما نذكرش الاسم الفريق كينفرق وينجاوني 16 لعب اقول 16 لعب بين 25 لعب 16 لعب جابوا لي الملف فتاحوا على اساس انه ما اخداوش رواتبهم لمدة 3 شهور 4 شهور كل واحد يعني كيفاش يعني ماشية حتى 6-7-8 شهور فهذه الوضعية الكاريثية اقول كاريثية بالنسبة للكورة الاحترافية انتعنا في الجزائر يعني دامت 7 سنوات اليوم حان الوقت ولكن سؤالي نطرحها هل التطبيق راح يكون فعلي لماذا لانه انت تعرف انه الرياضة ورياضة كورت القدم مرتبطة بالجانب السياسي يعني انت تعرف هل التطبيق راح يكون فعلي لقضية وقت فقط لكن نتحدثوا على هذا المشكل نعود ان نقول لي والاسباب بتاعه يعني مشكل ديون السبب الاكبر هو يعني قضية لاعبين تسوية مستحقات اللاعبين هل شوف باللي سبب هذا هو الوجور المرتفعة لللاعبين في المقابل اندي ما عندهاش مصادر دخل كبيرة اكيد هذا هو السبب الرئيسي انت تعرف انت في اي مؤسسة هذي مؤسسة لازم المسيرين يفهموا وراء معنا مسير وان شاء الله يزيد يوضحنا الرؤيا من بعد المسيرين يفهموا انه هذي مؤسسة ذات طابع يعني مهني يعني لانه المؤسسة سوسيتي باراكسيون ذات اسهم شركة ذات اسهم يطبق عليها القانون المداني القانون التجاري قانون العمل يعني قانون الاجراءات المدنية والعقوبات وكلها فكل هذا يتمشى والقوانين المعمول بها بالنسبة لكل مؤسسات في الجزائر هذي مؤسسة انت عندك ميزانية اقول ميزانية مداخيل 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 انت تعرف كذلك تقريبا 80% مداخيل تعدونها يعني اللجي من الوزارة من الولاية الاخير الاخير فهنا هذه المداخيل نشوف فيه مداخيل ولكن المسيرين يتعاقدوا مع اللعبين بقيمة اكبر بكثير 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 اذا كان اخذينا الميزانية اللي يأخذها شكرا لك او الاموال اللي تدخل معيش الميزانية الاموال اللي تدخل وبالتالي ممكن ما يتخبط شهرين ثلاث شهر ولكن يبقى يتخبط في هذا الشيء شكرا لك مورد بوطاجين احنا عود نقول لك كما قلت نزيد ونشوف ونتابعو رأي سيد جعفر بو سليماني خاصة انك موسير في اتحاد الحراش قبل ما انتحدثوا انه فريق اتحاد الحراش من بين الانديا اللي راهي تحت مقصالات العقوبة كيف شرحين تعاملوا مع هذه المشكلة نبدأوا بداية وشنه هو اللي يخلي النادي يدخل في هذا الدوامة والديون يعني يتراكموا عليه عوضو بالله مشتران رجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذا المشكل تاع الانديا يعني الديون والمستحقات تاع اللاعبين العالقة هذه هي نتيجة حتمية للمنظومة أنا نوافق سي بوطاجين منظومة الكوروية اللي بدأت منذ انطلاق الاحتيارة لأن لأن في كورة قادمة الجزائرية الرؤساء الانديا يعني من المفروض من المفروض رئيس الفريق عنده هدفين في الفريق هو يعني ضمان الإكليبرا فينسي تاع الفريق يعني نهضره على شركة نهضره على شركة تاع الشركة والهدف الثاني هو النتائج التقنية نتائج تقنية هذه يعني تكون هذا نقاط لمن استمرارية لازم براك الله فيك ولكن هنا في جزائر يعني معظم جل الرؤساء يعني يميلوا اكتر للنتائج التقنية على حساب تسير يعني تسير تاع الفريق توحم يعني مع البلونج نقول أكتر 99% تاع الميزانية تاع الصرف الرواتب تاع اللعبين وفي الجزائر المشكل كذلك انه القيمة يعني كان هناك من انفلاسيون يعني تاع تاع بين القيمة القيمة كماندي غير صدير لالفالور ايكوناميك تاع اللعب مع لالفالور تيكنيك فيها فرق كبير يعني يعني سيبوزان يهندروا على انفلاسيون يعني كان فرق بين بين القيمة اللعب التقنية وقيمة الاقتصادية تاو يعني وهذا رجع لبعض المسيرين يعني الرؤساء الاندياء بعض المناجر تاع اللعبين اللي ضخموا يعني قيمة اللعب لكن نفس الوقت كنا نشوف افتحاد الحراش يعني في سنوات سابقة كان افتحاد الحراش يعتمد على لاعبين يكتشف عناصر نادرة بأجور منخفضة لكن اليوم اللي يعتمد يجلب لاعبين بأجور نسبيا تعتبر مرتفعة في المقابل مصادر الدخل ما كاش ما شاني يقول يعني يعني الآن الناس تحب بترضي الجماهير على حساب يعني وجود يعني ستن بروblem دو سبزيستانس يعني ذوك المشكل مثلا مثلا فريق تحت الحراش يعني يكون ولا ما زي يكون هذا المشكل هدايا تحت الديون العليقة ما تنساش بالله هذا اللعبين يعني رواتي بتاح ما شي خارسين لكن ما شي خارسين يعني دوان ضمان اجتماعي يعني مع أوفيسيال هذه مشكلة اكبر وخلينا من الضرائب اكسترا ولهذا يعني المشكلة تصير ومشكل المنظومة تاع الاحتراف في الجزائر وهذا المشكلة يعني منه إلا الفرق التابعة للخواص كان فرق محترفة عمومية اللي يعرفوها قائل الناس المشكلة هدا لا يقصون لا يقصون وهنا يعني نولو العدالة العدالة صديق الفير بلاي سبورتي في الفير بلاي الفينانسي تاع تاع القونت القادم في الجزائر انه الفيدرالية والرابطة لازم يكون عندهم يعني مقبل ما يأخذوا هذ القرارات تاع الناحية تاع التنقات وإكسترا لازم على بنهم بالمشاكل تاع الفرق يعني ما رهيش وليدة اليوم من رهي منذ ونحن نقلو يجمع يفضري يفضري ريكادري اللي صالير كمسير في اتحاد الحراج كما قلنا يعني قلاب من مقصرة العقوبة العقوبة اللي حتكلفكم خصم النقاط كمسيرين كإدارة ما هي الحلول التي تشوفوها ربما تحركات التي تديروها باش تخلصوا يعني نوعا ما تنقصوا الدوين شوف الحلول هي أولا لازم واحد يدفع المستخدمين هذو اللاعبين المستخدمين تاع الفريق ولا يعني الواحد يحاول يتفاوض مع هذو اللاعبين باش يعني خارج إطار القانوني يقام معهم يدير معهم كالندري ونشيونسي باش يعني يعطي لهم باش ديون هذي تتمحا ورابطة ما تصلتش عليها العقوبة تاع خصم النقاط خصم النقاط اللي الحراش رأي أمس الحاجة للنقاط يعني زادوا نحاونا النقاط هذه يعني هو تولي الوجاه السوقات مباشرة يعني الحكم النهائي تاع اتحاد الحراش فيما يخص وجودها في الرابطة الأولى وهذا المشكل هدايا نرجع لك سي وليد نقول لك بللي هذه المشكل يعني خاصة الفرق تاع العاصمة هما اللي رحين يعيشوها أكثر عدد الكبير من الانديال الناشطة المحترف الأول والثاني في نفس الولاية في نفس الولاية حنا لدينا مشكل تاع الملعب الملعب يعني من ناحية الساعة تاعه يدخلها ببري وحاولي ستين ألف دينار في كل مقابلة ستين ألف دينار ستين ملايين سنتيم باش لواحد مبلغ صغير مقارناتين مع النادي وشي صرف في العالم يعني في مخص الأندية العالمية للملعب هو يعد سورس أمورتان تاع الفينانسمن دينار بين بيو مثلا 100 ألف 100 أورو للقلاسة مثلا شوف حتى بعد الأندية في الجزائر ما داخلتها الملعب لا بس بها يعني تغطي بعض المصارف ملعب قسنطينة ملعب سطيف ملعب سعيدة ملعب يعني ملعب كبيرة وحنا في الحراش عنا قاعدة جمهورية كبيرة وملعب يعني هذك الملعب إما جيني الملعب كما هذك قدم تحفة معمارية واسمه الجامعة العظم وإحنا قلنا ملفات الولاية باش يكبروا ساعتها ويعني كاين مجال وين نكبروا هذا الملعب ولكن كش يقولون لا حياته لمن تنادي هذا يعني لو تسمح مشارعتي الملعب كبيرة مازال ماش في ناعش أكيد يعني الملعب يقولون نبني ملعب جديد يقولون هذا الملعب هذا نكبروه فريق آرسونال كان عنده هايبوري يعني بالحكمة عن الناس بنو ملعب واحد أكبر منه يحضر 70 ألف متفرج بأموال شركة طيران يعني باش مانديروش للبيبليسي تتعاد الشركة اللي أصبح من أحسن الملعب هو أنه الفرق داخل الوطن الولاية تساعد بلدية تساعد نحن 2010 يعني نافيلمون تحصل للبروفيرسوناليزم في الجزائر ولا سنتيم دينار مددنا بلدية الحراش ولا سنتيم ولاية الجزائر أعطتنا 500 مليون نشفاء 500 مليون نهارونا نعودوا فتحوا ملعب خمسة جويلية لعبنا ضد نصر حسين أعطونا 500 مليون و500 مليون ولكن اليوم هذا الحراش رغم أنه القانونيا كان مرسوم يسمح بإجراء عقد مع البلدية باش البلدية تقدر تتمول الفرق المحترفة في المقابل أنتما قمتوا بالإجراءات القانونية باش تسفادوا من هذه الأموال سيبو سليماني قمنا ورحتنا شخصيا رئيس البلدية ولكن الكنترولور فنانسي قالوا ما مثلا الكنترول الفنانسي يقبل هذا العقد بين البلدية والفريق وفي الحراش ولا في الجزائر لا يقبل لهذا يجحف فيما يخص بعض الفرق من ناحية التمويل يعني نرفض أن الدولة نعود نولي لك نزيد نسمع خاصة نسمع رأي بوطاجين كرجل قانوني وإعلامي يعرف جيدا كورة القدم يتحدث عن مشكلة يعني مستحقات لنادي يكون عندهم مداخل من الولاية يقول لك ما تلقاوهم هو صح هو كينان ديزي كيليبر هو انطلقنا في الاحترافية والدولة كدولة قالت هنا في البداية وفي المرحلة الأولى السنة الأولى الثانية الثالثة تبقى تساهم وتساعد ولكن المساعدة والمساهمة والدعم ما كانوش يعني في مستوى يعني السياسة المتهجة بالنسبة للإحترافية في الجزائر تبقى أني مليح النقطة هذه هو وتكلم عليها نزيد نوضحها لو كان أني كيليبر يعني توازن بالنسبة للفرق كانوا هنا درق كين فريق لدي ديبونستاو رايحة بين كاتروفين كاتروفين دي ميليار جو دي بيان وعلى بلي وشاني نهضر كين فريق أخرى كين فريق أخرى كين فريق أخرى تتراوح بين 60-70 مليار كين فريق أخرى 40-50 وكين فريق ابتحد الحراش وإذا كان رأني غالط يقول لي غالط تتراوح بين 20-25 مليار عتحاد الحراش نقدر نذكر فريق أخرى لو انطلقنا انطلاقة صحيحة انطلقنا انطلاقة صحيحة في السبعة وسبعين أنا سبا و سبا اعتربها احترافية الـ reform sportive الإصلاح الرياضي كنا تابعين شركات تعتبر احترافية ولكن الاحترافية الحقيقية التي تمشأتها والقوانين فيفا هذه هي لأنه على غيرار كل دول يجب أن ندخله في الاحترافية أنا لكيليبر كان قدر يكون كيليبر كيفاش؟ هنا كاين فون تعلق الدولة اللي هو في المجيس يمدلكم دو مليار سين سين سون هكذا ركس كل فريق يعطيله دو مليار سين سون كان من الأحسن كاين يمدلوا دو مليار سين سون ولكن كاين شركات أخرى عمومية ونتع الدولة وتع الشعب تمد لبعض الفرق وما تمدش الفرق أخرى إذا سيد بوتاجين باش نبقاه فقط معطيلك سؤال باش نبقاه فتح هذا الحراش يعني هو يقول انه مشكل هدا يصرى مع اندية صغيرة بعد الاندية ما عندهاش نفس المشكل نشوفو بلي احنا بعض الاندية نشوفو بلي هي راهي ما عندهاش مشكل دويون لكن احنا نسمع بلي مؤخرا ما تقادوش اللاعبين الأجور ديالهم على غير اتحاد العاصمة هذي تخليني نقول لك بالمثل الشعبي يقول لك يلمشبه من بره واش حالك من داخل هذا هو الميثان لانه احنا درك عارفنا بلي كاين فرق الاتحاد العاصمة مثلا راهي عاني اللي احنا نعرف الاتحاد العاصمة مصاريف تتراوح بين ستين وسبعين مليار اليوم راهي عاني فيما يخص رواتب اللاعبين يعني قدروا يصنفوهم على الاندية اللي راهي قريبة من العقوبة كاين فريقين فقط اللي راهي مصنفين اللي ما عندهم شعني الديون هي البارادو انت راح تقول يا لاش البارادو البارادو لانه كاين الرواتب معقولة هذا ما كان كاين معقولة فيما يخص العقود التاحهم كاين نصر حسين داي كذلك ولو الرواتب اعلى من ممكن اتحاد الحراش ممكن من جماعي توارام ممكن مع نادي بارادو ولكن فيه تسيير عقلاني بنسبة لنا صرح و سيدة لانه الممول يعني صاحب الرئيس الفريق عنده امكانيات باش يمول انا نرجع لكبرك اللي كيليبر يعني اللي كيليبر تعالى الاموال هذي انت على الدولة عوضاء المؤسسات تعد الدولة هذي تمدل تلت فرق ولا ربعة وتهمن الفرق الاخر كنا نكبو شوف نصبو كل هذيك الاموال اللي راهي على ويستوال ويزارة الشباب وليارادات الرياضات يتمدلهم ونصف كل فريق نزيد نصب هذي الاموال اللي جي من صوناتراك وموبيليس وكلا تعد الدولة من شركات عمومية نزيدو نصبها في انسا الفان ونقسمها على الاموال مازال 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 احنا اذا كنا نمشي نمتع كين لفسيو عندو شركات خاصة لو كان الدولة تسهل المهمة لهذي الشركات مثل امبو الادوان الاخرى نقصلهم شوية وهذه الشركات كلها الخاصة كذلك حسب الامكانيات تحعمل شركة كبيرة تتمد كما هي الشركة صغيرة حسب الامكانيات نصب كذلك كل هذي الاموال في هذي الفان هذي يقول لي ان فان سبيسيال احترافي مثلا احنا نتصوره قال هذا الفان سبيسيال يقول لي و 15 مليار 15 مليار لكل فريق تبعني مليحة باختصار فقط 15 مليار لكل فريق من بعد وش يوقع من بعد كل فريق وامكانياته تعال اشهار يزيد يروح الشركات اخرى ويجب الاشهار ممكن يلحق 50 مليار ممكن 60 ممكن 40 هذا ما فيه ولكن يكون انيكيليبر بالنسبة للدولة لحبة تحافظ على هذه الاحترافية هكذا بالطريقة هذه لا قرباج لا الدولة قادرة تطبق البرنامج هذا وخاصة القوانين القرارات هذه وهو داخل استفاد يوم منهم قال اندي يوم منهم اتحاد الحراش احنا نولي لك سيد بو سليماني باش نعرفوا حقيقة ما الذي يحدد داخل بيت اتحاد الحراش لكن قبل هذا نتابعوا تصريحات بعض اللاعبين او نتابع تقرير للزامين محمد امين فغير تمانواس اتحاد الحراش الندي الكبير الذي لطالما صنع فرحة انصره وانجب العدد من النجوم بل كان احد الخزانات الهمة للمنتخب الوطني وقد انجبت الصفراء لعبين مهريين امثال مزياني ولونيسي ومحمد رحم والقائمة لا تزال اتحاد الحراش وفي ذل غياب ادارة قوية يواصل المعاناة في صمت بسبب المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها النادي واللعبين مقارنة بسنوات الالقاب والتتوجات اللاعبون هم اكبر المتضررين من وضعية اتحاد الحراش فزملاء بوغاش لم يتلقوا الى حد الان مستحقتهم العالقة منذ عدة اشهر ولم يجنوا سوى الوعود المؤجلة من طرف ادارة النادي التي تواصل بيع الاوهام للاعبين شبانا ادارة سيفري لدينا ادارة سيفري ونحن تنسلو فيها لا نسلو فيها لا نسلو فيها لا تسمح لنا نديرو لدينا تحسن وضعية الفارغ ونحن نسلو فيها نحن نضاك نضاك ونحن نضاك نضاك كالعابين نخمو على المستقبل لا نستطيع نخمو على المستقبل وكما قلت لك تشوفنا نخدم وراء نجونا ننتعب وعقدك في سبيل الله على جل هذا الفارغ واسم هذا الفارغ معاناة اتحاد الحراش تتواصل قبل ثلاث جولات عن نهاية مرحلة الذهب ويملك النادي تسع نقاط في 12 مباراة وهو الأمر الذي سيزيد من صعوبة مأمورية المدرب التونسي لبلوغ الأهداف المرجوة بالله يجب أن نحكي ديما توسكي تيكنيك معناها المشاكل المادية ونحاول ما نحكيش عليها لأنه في كل ديكلاراسيون وليس نقعد نحكي عليها بصراحة يتقلق شوي بالنسبة لي نحاول هذا الفريق بتاعي من ناحية الفنية سورتو من ناحية المعنوية بورلي بروشاماتش وربي وفقنا إن شاء الله إذن الصفراء تغرق في صمت والإدارة تكتفي بدور المتفرج فأين المفر؟ وهل من منقذ يخرج هذا الفريق العريق من عنق الزججة؟ سؤال ستجيبنا عنه الأيام القادمة كان هذا التقرير للزميل محمد أمين فغير اليوم حتى اللاعبين يعني كل أمور توحي أنه اتحاد الحراش ما هوش في الطريق الصحيح أنت كمسير يعني حابين نعرف اليوم ما الذي يحدد في بيت اتحاد الحراش خاصة أنه على بالنبل يتعاقبوا عدة إدارات هل هذا أثر على النادي؟ شوفوا ماذا يحدد اليوم في اتحاد الحراش أمر خاطير يعني كما قد قد قبل قضية وجدان تعال الفريق خطر إذا إذا نزل فريق اتحاد الحراش المحترف الثاني ولكن إن شاء الله نكون غلط يعني من المستحيل يعود يولي المحترف الأول يعني خلينا من المستحيل يخسرهم لأنه ينزل المحترف الثاني الوضعية هذي سببها هذه الإدارة اللي راهي حالية لأباك كان مثل يقول لك بأيزمبل واحد تقوله طلع الـ 21-18 سوتي تموت خطر كان نسيهوها قبلك ماتوا هذو ناس دلوا زكارة قال نطلعوا نسيه يعني مشكلتهم في عديد من المرات يعني باش نوضحوا أكتر المسيرين الحاليين تعاد الإدارة هم اليوم يديروا في هذه الأخطاء ماهن لنعرفو ما الاشخاص لك إليهما قال مجلس الإدارة Lei با عشانهم بإن Smallure اللي هما يعني يفتقوا ماناتهم معند ي dicho لما عندهم القطrib يعني ما عندهم أكتى مستوى دراسي لانتسيروا شركة بحجم تحت الحراش ومعندهم вр Mosul Ex将실 خطر��ex صحيح نقول له يعني الدولة ماشي قادرة ماشي دايما تيتمو الفرق في المقابل حتى الانديا مطالبة باش تجيب مصادر الداخل نو باش تكريه هي لاريشاس لازم تدير الاستثمارات باش تولي على الاقل يعني تتوفر خمسين ستين سبعين في المئة تاع المصاريف تاوحى يعني جيس كاكون الدولة هادي راح تتصرف على الفرق تاع الكورت القادم ولا الرياضات الجامحة المشكلة في اتحاد الحراش هو انه اللعبين عياوه عياوه هادي 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 الدور السبرو دراهم ها مداخلين اكسترا اكسترا هذا اللي اتر على النتائج حلوه حلوه الرأس المال تاع الشركة جاءوا ناس جدد وعدوا النا وعدوا يعني اللعبين وعدوا الانصار قالوا لهم خلاص ما شكل تاع دراهم والتمويل تاع الفريق ما زيتش يتطرحقا في اتحاد الحراش انا شونا النتجة انا شونا النتجة احنا في وقتنا كنا احنا كمساهمين يعني على الاقل كنا لبريم دو ماتش كل احنا مدهم لجوار يعني اهم من هذا انت تتحدث ان المسييرين لازم يكونوا عندهم افكار يجيبهم النادي لكن اهم من هذا هو انه جيبوا اموال يوم الاشخاص يصيروا في افتحاد الحراش ما جابوش اموال ما جابوش اضافة لنادي ما جابو حتى اضافة عكس ذلك زادو هبطوا الفريق هذا يعني من ناحية لانوتوريتي تاعو هبطوه ولا فريق فريق يعني مش عادي اقل من العادي احنا نعرف بلي اتحاد الحراش فريق كبير عنده قاعدة جماعرية انصار دائما يطالبه ايه شاهد كما يقولوا لعادي وقبل الصديق بلي فريق اتحاد الحراش فريق يعافي لعب كورة قدم مدرسة كوروية كان عندنا فريق اصغر يعني فريق في الدوري المحترف هذا حتى في سنوات الماضية المحدد المعدل السن تحم وليوم عندنا اكبر فريق اكبر فريق من ناحية المعدل في المحترف الاول اذا سيد بو سليمالي باش نوضحه اكتر من وقتش بدأت الازمة في هذا الحراش ووقتش يقول له هذا الفريق يمشي في منحنة يعني ينزل شوف هاد المشكل تاع اتحاد الحراش سبب تاعو راجع لمشكل بين شخصين شخصين انا بالنسبة لي اكل عليهم الظهر وشارب ليهما سي مانع وعايب يعني هاد زوج هادو هما لي يعني نقول قسموا 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 اتحاد الحراش يعني قسموا المساهمين وقسموا حتى الانصار حتى الانصار ولهذا يعني ذلك المشكل باش انا في بالي باش يتحل المشكل تاع اتحاد الحراش لازم هاد المساهمين يرحلوا ماتحه ليش ديميسيوني ويرحلوا ماتحاد الحراش ما انا عدو بلا مكلمتانا اذا كان مش بمقدوري نجيب اضافة ولا 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 يعني نحل مشكل تاع اتحاد الحراش نخليه مكاني نخلي مكاني الناس لي عندهم امكانات لي عندهم قدرات باش حقيقة يسيروا فريق بحجم اذا سيد بوسليمان نعود نوليوليك باش توضحنا اكتر لكن بعد هذا الفاصل الاشهاري مشاهدين الكرام فاصل قاسر تيما نواصل ابقوا معنا مشاهدين الكلام عودة مجددة الى الجزء الثاني من برنامج فوت بلوس دائما مع موضوعنا الخاص باتحاد الحراش ومشاكل الديون سيد بوسليمان نعود نوليلك يعني باش توضح لنا اكتر ما هو دور المساهمين انت مساهم في تحاد الحراش دور تحاد المساهمين وش لازم يجيبوه اضافة للفارق شوف اولا دور مساهمين يعني المساهمين كان الجمعية العامة وكان مجلسة الادارة مجلس الادارة هو يعني الجهاز ليسير الفارق بنقول لك انتها الحراش ما عندهاش متشمه احتى مكتب يعني ما عندهاش مسب خرج مكتب بش because يجتمع فيه يعني يتحدث عن المقر ما كان لم يسترق؟ نتها ونقدروا كيفاش ابديت نتها الفريق بحجم انتها الحراش ما عندهاش مدير المالية والمحاسبة مدير إدارة العامة مدير الإشهار والماركوتينج خطر الماركوتينج والإشهار أحمرنا مخدمنا من ناحية الماركوتينج مع مناصرين إتحاد الحراش وقال بيع بيع يعني لا يقلل لما نحن المناصرين من إتحاد الحراش اليوم ماذا هذا ست ست يعني ويب معدناج أسكن نقدر نهضر على تسير نقدر نهضر على تسير في على رؤساء يدفعوا أجور بروت يعني يعني خام خام عمرهم من نحاو أول جانبير 2016 الفيدرالية والرابطة المحترفة داروا الكناص وينقلوا يعني سطح الأجور على 27 مليون قال قال قاعد لعبين سيلا باسدو 26 مليون نخلصوا الاشتراكة اليوم من هذا الحراش يعني نخلصوا إذا كان هناك لعب مضاعب مئة مليون أو يدين مئة مليون يعني يدين مئة مليون يعني يدين مئة مليون ويحنا الفريق راح مودان مودان نقدر نهضر على تسير وراه تسير هنا لهذا يقول مشكلة الأجور يعني الضخمة للاعبين في اتحاد الحراش مشكلة تسير يعني قاعدة عوامل تدفع يعني بوصلة الحراش لهذا إذن المشكلة الكبيرة هو في الإدارة الحالية خاصة أن تتحدث على الأشخاص العايب وحنا على بلنا باللي كان العايب صحيح ما كانش نتائج المرجوة لكن كان بعض الاستقرار خاصة أنه كان يعتمد على المدرب وعلى مشارف كان يجيب لعبين يتقاضوا أجور صغيرة وكان تتحاد الحراش في طريق الصحيح شوف أنا بالنسبة لي الشخص الوحيد الذي كان يعمل يعني في فريق تحت الحراش وابوالمشرف يعني كان العمل يبان في الملاعب ولكن من ناحية أخرى وكان المدربين يعني كان يغطي بزاف عيوب في النادي شوفانيا يعني سمحوا لي ما نحضره على الكيبروميا رعا من يعني يقولك تسيير مكاش حقيقة يعني كان العايب عنده الخبرة باش يعني كان كان نفس الأزمات الأزمة اللي رأهم في هذو كتحاد الحراش عاشناها مرارا في سنوات الماضية ولكن كانت عنده الكفاءة باش يخمد ذلك النار هذيك وكاننا نحنا مساهمين كان بعض المساهمين يعني لو أنت سمحت حدث عن الفئاتك على غيرار شرفاوي زوبيري نيصاص واسمه خير الناس خير الناس كان هو رئيس فئة شوبانيا كان مليجينيور حتى اللي مينيم يصرف عليهم وحده من جيبوه لكن كما سمعنا أنت تحدثت على الفئات الشوبانية سمعنا في السنة الماضية أنه بعض اللاعبين تعالفئات الشوبانية يلحق بهم الأمر حتى يستنوا لعبين الأكبر يخرجوا من تدريبات باش يدين مياه وميتين دينار يفطر بيها شوف هذي هذي أمور ممكن صرات يعني ممكن ما يعني هي يعني ما تأكدها ما تنفيها ما ننفيها سمعنا بيها يعني صرات نقدر نقوله صرات شوف من العملي فات يعني في أفريل 2017 ولا سيمانع لزمام الأمور يعني ولا يحكم الفريق منذ في أفريل أواخر أفريل 2017 نهزمنا ضد فريق شباب لوزداد هدفين لسيف ملعب 5 جميلة دخلت الحراش في دوامات الحسابات تاع البقاء جاء المكتب اللي كان مع سيمانع لا يلا ديس باري يعني إحنا عودنا ولينا قابلنا يعني انقلوب بتاع العيب سيد بوسليماني اليوم 13 جولة تمر على المحترف الأول اتحاد الحراش اراه في مؤخرة الترتيب حبين عرفوا يعني الفريق دونا حيسير في المقابل المسيرين ولا حتى المساهمين وقفين يعني ما شفناش العامل ديالهم العامل اللي لازم يكون هو سواء يعني يعني العيب مع مانع هذا يتلاقاوا ويتصالحوا ويعودوا يوحدوا فريق اتحاد الحراش يعني كمساهمين وكأنصار ولا يرحلوا في زوج لأنه تبعات هذه المشكلة الهدايا را يتحملها غير فريق ماشي هما في زوج راهم يعني اليوم العيب ما راهوش على اتحاد الحراش كيفاش الطالب انت تقول لازم يرحل تبعات تبعات توحم لأنه هدين شخصين يعني نحبولا نكرهوه مقامات فيما يخص تاريخ اتحاد الحراش يعني في زوج قدموا الكثير ووصلوا وين كان هناك صدام بنتهم فيما يخص تصير أخذ أمور تاع الفريق هذا الآن يتحدوا يعني يتصالحوا لأجل مصلحات الحراش يرحلوا في زوج لأن الحراش ما يتقدرش تحمل أكثر من هذا المشكلة هذا العصاري يعني يفضل انقيسام هذا تحت الحراش ما يقدرش يمشي الآن رانب جولة 12 ورانب 9 نقاط لازم علينا الآن يعني كباشنا كباشنا بالفريق هذا اللي عندنا بهذه المشاكل اللي كان وربما رابط طبق القانون يعني طبق الخصم تعنيقات على اتحاد الحراش يعني رانا في خطر خطر كبير يعني إضافة إلى هذا حتى اليوم عندكم لعبين كان طاقم فني جديد هالطاقم الفني ما زال يتحدث على تحضيرات اتحاد الحراش قبل بداية الموسم يعني تحضيرات مشاكل تعالى الإدارة اترت على نتائج الفريق حتى لهذا الوقت الإدارة الإدارة كانت الإدارة الحالية هي اللي كانت هي اللي دات الانتداء بتاع اللعبين هي اللي جبت المدرب هي اللي جبت احتدوك الآن يعني الناس جديد اللي يدخلو كم مساهمين معه يعني في هذا المجلس الإدارة راهم في صدام يعني كان بعض المساهمين اللي راهم جبت وحدهم تصير العشوائي والأحادي تاع سيبن صمرا هدايا ما قدروا يش يخدموا معه ما قدروا يش يخدموا معه عبرك بلي مثل نعطك المثال شركت مساهمتها اتحاد الحراش عندها تلت حسابات بنكية اذلك قانون يمنع يكون حساب واحد فقط لازم يكون حساب واحد عندنا تخوى كونت بانكيخ بي ديال سي بيا بير لماذا؟ يعني السبب هذا هو تعاقب أشخاص على ترأس الفارق قال انت يا رئيس مدت ليشك في بوا عادوك يدخل كاش تخل سيفنسيان يدوها اللعبين هادوك ودويون هادو طرع تسقسي العيب يقول لك مانا خلالي دويون العيب تسقسي العيب يقول لك تسقسي مانا يقول لك العيب خلالي دويون قالوك هادو دويون تاع اتحاد الحراش تاع الفارق إذا سيد بوسليمان انت كمساهم يعني الدور تاعك انت لي تشوفوا تحركات لي لازم تديرها على الأقل كشخص لإنقاذ الفارق شوف هي أولا لازم لازم أولا أنا أول مناصر اتحاد الحراش يعني خلينا مساهم يعني دوك نقول اللي عنده شوية غيرة على اتحاد الحراش لازم عليه يتجند باش يوقف يعني يوقف في هذه الظروف الصعبة اليوم يمر بها اتحاد الحراش وهذه الظروف صعبة دوك المناصرين والحتى المموّلين السادية التراديسيوني اللي يسبونسور تراديسيوني تاع اتحاد الحراش ما عندهم حتى ثقة في هاد الناس اللي رهم يسيروا في اتحاد الحراش يعني لازم أولا رحيل كل طاقم الإداري هذا يدوى الكنسير الدميسيوني يدوى دميسيوني ويجب ندروا لازم ندروا صعب مجموعة تصير الفاريق في هاد الظروف الصعبة يعني يعني تجيب دور الإنقاذ الفارق يجب أن نذهب إلى مكتب موسير كيف تقيم الحالة التي رأيتها الفارق؟ خاصة أنه يتحدث عن غياب الإدارة، غياب المقر، ثلاث حسابات بنكية؟ كل الأمر يتحدث أن الفارق يسر إلى الهوية هنا مؤسفة لماذا؟ نحن نعرف أن الحراش مدرسة وعندها الشيء الذي يقدموه خلال سنوات هذه المرة يعتبر كفريق محترم من صحة التعبير ولكن عندما تسمع لا يوجد مقر تصير الأشوائي وفوضوي هذا هنا يجعلنا عندنا نظرة كذلك بالنسبة لي ما نقولش كثير من الفارق مكين بعض الفارق بعض الفارق اللي رأوا معايشين في هذه الوضعية أنا أذكرني برك كي يتكلم عن الحساب البنكي حساب البنكي على بلك على شيء يعملوه هنا نحن كقانوني في القضايا اللي يمشئوا مثلا اللعبين يرفعوا قضايا وهذه هنا نرجع للقضية تنتعى الطعن للإتحادية من قبل العملية للإمضاء منعة اللعبين في حق الطعن وهذه ما كنش قانونيين ما هو موجود يعني اللعب يمشي يونيك مون لجنة النزاعات على مستوى الإتحادية وقرار نهائي وقرار نهائي اليوم هم عاودوا وراجعوا بارك الله في زدشي والعضاء للمكتب الفيدرالي راجعوا للقضية هذه وصبح اللعب الآن عنده حق الطعن هلاش نرجع لك للحساب البنكي هذا بش يتهربوا من القرارات والأحكام اللي تصدر على بك يصدر حكم من المحكمة الرياضية محكمة النزاعات الرياضية ثم يمشي المحكمة بير موراد رايس ناخده لغروس يعني بش يعني للتطبيق يمشيوا للتطبيق عن طريق محضر قضائي الويسي جيستيس ولكن حتى الويسي جيستيس ما يقدرش يستحق للنتيجة أنه يعني يحصل على هذه الأموال حتى اللعب يدي أمواله بصعوبة بصعوبة كبيرة إذن فيه خرق للقوانين فيه فوضى في التسيير فيه عشوائية بالنسبة لهذا ولكن فيه مسؤولية بالنسبة للفرق وفيه مسؤولية كذلك أخرى بالنسبة للقطاع كقطاع والدولة كدولة لأنه مكانش منظومة كوراوية واضحة في التسيير شكرا لك سيد موراد بوطاجين اليوم حتى كنت نحو سيد بو سليماني كنت نحو مشكل هذا العقوبات حتى إذا تفاديتها اليوم الملكة تشتويره على الأبواب اتحاد الحراش خازينة ما كاش أموال ما كاش أشخاص كيف شح ينتعاملوا مع هذا الظرف خاصة أنه تتحدث أن اللاعبين يعني النادي يستحق انتداب لعبين أكثر سي وليد احنا تربينا في صدير تربينا وين والدينا ربنا وجهنا ليخذي ماشي الأموال نحن الحمد لله ناس تعرفنا وتعرف تاريخ تعنا عمره ما كان لعب لعب اتحاد الحراش ومخلصش يعني هذي باش نكونوا حقيقة كان أزمة مالية خانقة الآن يعني الديون اتحاد الحراش لتعسان الماضية بتعسان الماضية يعني اللعبين يرحوا السيارة في الصيف تقارب عشر ملاير تقارب عشر ملاير زيد على ذلك اللعبين المنتدبين هذا العام واحد فيهم مخلص ولا دينار يعني منذ بداية الموسم ما كان حتى يعني لازم اتحاد الحراش يلقى من نهاية ديسمبر حوالي 150 مليون دينار 15 مليار باش يقدر يعني يطفي هاد يعني ينجام يعني يسلك مد تانيا يجب انتداب لعبين خاصة فيما يخص الهجوم ووسط الدفاع لانه الفريق اتحاد الحراش اصبح صح تشوف انت الحلب اللي يزيدوا لعبين وايقعدوا يسالوا كيفاش يقعدوا يسالوا يعني يقعدوا يسالوا لعبين وما كان اموال باش نزيدوا نخلصها يعني يقولك لازم 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 كي يقولك لازم 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 على المساهمين يدبروا 150 مليون دينار يعني 15 مليار قبل نهاية السنة ومشاكل هذول اللي يرام صايرين يتنحاوه وما تنساش بالاتحاد الحراش عندهم موالين اللي قادرين يعني يغطيه هاد العجز هدايا وكان مساهمين عندهم امكانات باش يقدر يعني كان اموالك وتنتظروا فيها باش يدخلوا ينقصوا يعني ربما من الازمة ينقصوا يعني ولكن انا قلت لك بشرط ان هاد الادارة الحالية تنسحب هناك انا باس شخصيا نعرف نعرف ممويدين حابين يساعدوا اتحاد الحراش ولكن ما عندهم حتى ثقة في الادارة الحالية كان نقطة اخرى سيد بو سليماني كنت حدتنا عليها من قبل في الكواليس انه فيه بعض الاشخاص انتهت مدة صلاحية تاحهم تاح مهامهم في اتحاد الحراش منذ تاريخي يعني جويلية نهاية جويلية 2016 هذا الرئيس منع ويعني المجلس ادارة تعوه صلاحية صلاحية هما كملوا كمانديرج فاش تقولون انتم مدة العقد يعني المبرمة مدة العقد ديالهم يعني تنتاهي يوم قلنا نهاية جويلية 2016 يعني الموندى 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 تاحهم العهداء العهداء خلاصت في جويلية 2016 بصح ولكن سيما نعك في جدار رأيس محكمة الحراش طلب منه تمديد هو داله تمديد بما يخص البلان يعني الحصيلة المالية خطر جوان 2015 حتى واسمه حتى 31 ديسمبر 2015 يجب أن يفعل بلان إذن قانونينا هو محمي تقول عنده تمديد اليوم لا لا نسخة تقول بلي العهداء وخلاصت هو عنده يعني تمديد ما عندك مش نسخة منه شوف هذا قانون أساسي عندك النسخة شوف اللي العهداء يعني قانون أساسي تا شركة وانه يقول يخلاص في جويلية 2016 التمديد اللي يعطاه له رئيس محكمة الحراش يخص لاستدعاء الجميع العامة للموافقة وضع خلاص على الموافقة على النسخة التي كنت فيها إلى جوان إلى 31 ديسمبر 2015 ومن ثم يصل لون إلى 30 ديسمبر 2016 ومن ثم ومن ثم يرغبون للموافقة ومن ثم نحن نخلص إذاً نحن 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 يعني رئيس محكمة تاع حراش ولا تاع بوغطب ما عنده حتى دخل باش يقول سيموراد بوطاجين رأي رئيس حتى الـ 28 فيفوريه ولا الـ 1 جنفيه هو بصح عنده الحق يقول لأنه سيموراد بوطاجين ما وجدش الحاصيلة المالية نعطي له وقت حتى الـ 30 ديسمبر 2016 باش يوجد الحاصيلة المالية تاعه يعني بسيد بوطاجين هاد الحالة كيفاش توصفها قانونيا لا هو قانونيا يجوز لا لا يعني تمديد مقبول وقانونيا يجوز ولكن لا كرئيس لا بالنسبة لا استدعاء الجمعية العامة فقط ولكن بالنسبة اللعبين لا تتكلمت وقلاع اللعبين كذلك لا العقود بتاعهم لا تتكلمش عن العودة 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 تعسيمانا لا تنتهي ولكن تتمدد لإنعقاد الجمعية العامة وتقديم الحاصيلة الأدبية والمالية يعني في استثناء أفاقه استثناء في طبيعة الحالة محكمة تشوف لضرورة ما لأنه فيها ضرورة تقدر تكون ولكن ما يبقاش كرئيس ما يبقاش كرئيس هذا هو من ناحية هو في 2017 في شوينيا 2017 فتح رأس المال الشركة فتح رأس المال الشركة وقام بالجمعية العامة الانتخابية يعني كل هذه أمور خطيرة أولا ثانيا غير قانونية غير قانونية والجدوى منها ما هو هو باش يدير للكليبر يعني من ناحية عدد المساهمين لأن عدد المساهمين ليحناية مثلو ثمانية هما كانوا في أربعة يعني باش يكون عنده الأغلبية فتح رأس المال يعني دخلوا مساهمين جدد لي باش يدير به يعني ستكون عنده الماجوريتي باش يقدر إذن سيد بوسليماني في دل كل هذا هل أنت يعني كشخص متفائل بخصوص عودة اتحاد الحراش إلى الواجهة أو على الأقل خرج من هذه الأزمة لا لا هو تفائل هذه طبيعة فينا إن شاء الله تفائلو خيرين تجدوه تجدوه ولكن أتشائم إذا بقي هؤلاء بخص رئاسة الفريق يعني خروج اتحاد الحراش من الأزمة مرهون بيعني تنحية هذه الأشخاص لا اللعبين يثقوا فيهم لا المناصرين يثقوا فيهم لا إحنا كمساهمين يثقوا فيهم شكرا لك سيد بوسليماني نطوي من الفتح الحراش نمر مشاهدين الكرام إلى موضوعنا الآخر والخاص باللقاء الذي جمع رئيس الاتحاد الجزائيلي لكرة القدم خير الدين زدشي بأعداء المنظمة الوطنية للصحفين نتابع تصريحات يوم نواسع أنا سعيد بهذا اللقاء الذي أعتبر الأول من نوعه بنسبة المنظمة الوطنية للصحفين ريادين الجزائرين اللقاء على كل حال كان تري من خلال النقاش الصريح والديموقراطي الذي ساد الاجتماع المنظمة الوطنية للصحفين ريادين الجزائرين تقدمت باقتراحات للاتحاد الجزائري والرئيس السيد خير الدين زدشي التزم لا أقول تنفيذ هذه الاقتراحات وإنما بمساعدة واتخاذ كل ما يمكن أن يساعد الإعلاميين في تأدية مهمهم نتمنى أن لا يكون هذا اللقاء هو الأخير بالعكس أن يتجدد في كل مرة حتى نمضي قدما في طريق خدمة الكرة الجزائرية أولاً وآخراً نحن كنا اليوم جدو سعداء باللقاء اللي قمنا به وهذا الاجتماع اللي قمنا به في مقر الاتحاد الجزائرية لكرة القدم مع المنظمة الوطنية للصحفيين مختصين في الرياضة واليوم كان الحوار شيء وخاصة بناء بالنسبة للمستقبل يعني العلاقات ما بين الصحافة بصفة عامة والحركة الرياضية وخاصة الكرة القدم وإحنا يعني سمعنا لهم وسمعنا الاقتراحات اللي وصلوا هننا ونتمنى إن شاء الله يعني في المستقبل يتعاودوا مبادارات مثل هذو باش يعني نبنيهم علاقات جدو احترافية ما بين المسؤولين الكرة القدم والمسؤولين تعال الصحافة والممثلين الصحافة وعنا يعني إن شاء الله هم يتفاعدين في المستقبل C'est cet état d'esprit de travailler ensemble pour l'intérêt du football algérien et notamment à travers d'abord des actions d'apaisement et notamment par exemple entre le sélectionneur Rebh Madjer et le journaliste Mahmoud Djibour qui peut-être dans un moment de colère كانت هذه هي تصريحات رئيس الاتحادية الجزائري كورة القدم خير دين زدشي ورئيس جمعية أعضاء المنظمة الوطنية لصحفين الرياضيين سيد مورد بوطاجين في اتفاق أو بركوا لقاء اللي جمع بين الصحفيين ورئيس الاتحادية إن صح تعبير لإخماد نيران بعد التصريحات لوصفها رئيس الاتحادية وحتى الناخب الوطني بهجمات إعلامية على المنتخب الوطني لا أبدا أمرها ما كانت هجمات إعلامية ولكن قبل ما نتكلم عن الهجمات فنقول أنه كل مبادرة مثل هذه فيها خير نحن نتمنىوها في كل مرة ولكن قبل ما نتمنىوها لازم ما لازمش يزيد توقع الغموض اللي كان بالنسبة للناخب الوطني والصحفة هو أنه الناخب الوطني ما عرفش أنه لما كان يعمل في السنوات في التسعينيات كانت قناة وحدة وكانت صحفة يعني قليلة وبالتالي كانت نقدر نقول أحدية اليوم فيه تعددية بالنسبة للإعلام الجزائري فيه فئة شبابية يعني فيه نوفيل جنيراسيون اللي تعرف ما جار كلاعب فقط ما تعرفوش كمدرب وبالتالي على ما جار أنه يعني يعمل ألف حساب فيما يخصنا عملهم تقدر نقول القطرة التي أفضت لكأس هي مشكلة ناخب الوطني ربح ما جار مع الصحف مع مر جبا ولكن أنا حبيت أن نقول لك أنه ما جار لازم يعرف الآن كيفاش يتعامل مع الصحفيين صحفة هنا الجمعية أنت تعرف الجمعية هذه تعامل عامل يعني جبار بسبب الصحف الرياضي ولو كثير من الشباب ما زال ما يعرفوش الجمعية هذه وإن شاء الله مستقبل لازعرفوها أولا بعد التصرف اللي وقع نددت كان بيان كان بيان وين الجمعية نددت بهذا التصرف يعني التصرف ما جار تجاه مع مر جبار لي أنه السؤال كان واضح تجاه محرز وبالتالي كان تصرف يعني لي ما نقوله لي كان بالمفروض ما يقومش به حتى عمر جبار في تصرف لقالة البلاد يقول إن طالب يكون احترام فقط بين الصحفيين وناخب الوطني هنا كي تقول مصالحة مصالحة بين عمر جبار ما قامش بشي شي سلبي يعني طرح سؤال وفقط وبالتالي رغم كل هذا إحنا مع المصالحة ومع التصالح ومع هذه المبادرة لماذا لأنه هذا أول ما جارحنا نعرفوه أولا كشخصية محترمة أنا نعرفوه كعيلة يعني نزيد نروح مع بيت حتى الشباب نفهمهم أنه عيلة محترمة وبالتالي من هذا الجانب نحترمه هو كذلك لازم يعرف أنه إلف فاصل صحفة جديدة متعددة لازم يعرف كيف يتعامل معها فيما يخص الندوات الصحفية وتبقى مصلحة المنتخب الوطني فوق كل اعتبار سيد جعفر بوسليماني كلمة أخيرة فقط تمنى كل خير يتحل الحراش وإن شاء الله نعقبك على ربي حمد جان إن شاء الله يتمالك الأعصاب بتاعه وإذا كانت حسابات ولا أفسار يندروا خارج إطار اللي كان فيه في الندوات الصحفية ينخلوك تفكير فقط في مصلحة المنتخب مصلحة الفريق وشبونس باي يعني الواحد عنده غير على الجزائر كتر من واحد آخر ولا يعني كما قال أخو زلت الشيطان ولا ما شاكش نسميها زلت لسان زلت لسان ولا الشيطان جابها كما يقولوا نغلقوا القوس هذا وإن شاء الله معمر جبورنا عرفوه إنسان محترم هذا الشيطان يتمنى القابل الخيطان فقط مشاهدينه نتابعوا التصريحات مدرب أفريقيا الوسطى الذي تحدث عن النخب الوطني وعن المنتخب الجزائري لنتابع. المفرارات الوطني وشرائح على الهدف كبيراً. الآن الالجري لديها شمالات لديها الهدف من المتقد جاولة عن تجاولة استعمال من الحفظات. لا يمكن أنه فعلها بها مدني. الثمين والشخص تشاهدونون طرق tenاقضاً. انه دول ممتنا وإ scars من خارق افتطى مقابل. من الممكن أن تشاهدون شمال الفيديو لديها مجالة لتحدث سيئ Little match. donc si on prend tout ça dans l'ensemble je dirais que nous étions meilleurs collectivement et au niveau du plan de jeu et l'Algérie est meilleure au niveau des individualités ce qui a fait la différence Mais Major il a dit le contraire l'entraîneur national il a dit que remet les mots Oui justement mais bon je crois que ça c'est de la communication je crois que c'est typiquement de la communication c'est à dire que on veut faire du positivisme c'est la méthode Kohé on veut absolument dire que ça va tout va bien شخصاً لديون أسراب أول خاصة أنه يبدو أن يكون تعمل يعمل أسراب 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 يبدو أن أمسراب تسراب بسن daily وفرأس في هذه الحياة وبين أنزرها وهذا يعمل 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 فيها حيث يعمل أصراب أستخرج عندما أbestence أجل أنني سأرقل أجد أننا ليس تكون في خاصة في الأرض نحن نحن به على صفحت جد ومنون ان يخبرون لي أن أعجب على تجربة وأنها تجربة ومنون أخرى ومنون أن يكون لدينا رجل دائماً يفعله تلك الأجارة ولكن أن أجل أن يقولون هذا سيطنين أن يقولون أن يكونوا كثيراً أن يضبوا أن يجبوا أن يكونوا الكثيراً أن يجبوا أن يكونوا من سعارة المغادرة أن يكونوا كثيراً إذاً فعلاً الآن رجل في مفتح لقد أرى جميع الفكرة وإن تحران أني ألقبت بحقناً أنه نحن أكثر من المستخدمين برويوان. Mais c'est les individualités qui ont fait la différence. Non, parce que la question n'est pas ni agressive ni méchante. En plus, elle est adressée à Riyad Mahrez. Donc, tout simplement, il dit, le journaliste estime que l'équipe est moins bonne, que les joueurs sont moins bons en sélection depuis quelques temps. Et voilà. Et il voulait une explication. Il n'y avait pas à lui sauter dessus comme ça. Parce qu'honnêtement, la question, elle est tout à fait, je dirais, défendable. et une réponse simple était simplement de dire, voilà, on est en manque de confiance. Depuis quelques temps, on a changé beaucoup de sélectionneurs. On est peut-être moins à l'aise sur le terrain qu'il y a quelques temps. Donc, on va travailler pour redevenir ce que nous étions. Mais il n'y avait pas besoin de l'agresser comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas une question extrêmement difficile à répondre et pas une question non plus ni agressive ni déplacée. C'est un sujet de Raoul Safoui et de l'équipe de l'Afrique. qui est-à-dire, c'est un sujet qui est-à-dire, qui est-à-dire, sur le terrain. انهزم بثلاثة سفر شوف لكومينيكاسيون تعوي كيفاش عرف المشاهد الكريم والمناصر وكل يعني اللي شاف المقابلة انه تاكتيكيا كان في المستوى وصح فريق افريق الوسطى كان في المستوى كبير بالنسبة للجانب التاكتيكي بينما ما جاء لربح ثلاثة سفر ومشكور يعني ثلاثة سفر معنوين اللعبين راحين يستفادوا هنا من ناحية العمل الاتصال لكومينيكاسيون معرفش كيفاش يوظف النتيجة هذه ثلاثة سفر وبالتالي دخل في امور لتخليه يقول تاكتيكيا كنا احسن من الخصم وللأسف حلا كلنا الرياضيين كل تقنيين عرفوا انه تاكتيكيين لا الجزائر ما كانتش في مستوى عالي ولكن كانت في مستوى عالي من حيث النتيجة وبالتالي نقول لربح ما جار يعني يراجع نوعا مبرك لكومينيكاسيون تاوبرك هذا مكان يعني انسان ولازم نخليه يعمل خليه يعمل الآن نطويه هات الصفحة ولكن هو عليه ان يراجع العامل اتصال تعه في الندوات صعوبية ويستفاد من الخطأ هذا فضل الى كان عندك تعقيب فقط هو من الاجحاف انه ربح ما جار نحمله المسؤولية تاعداء تاعداء الفريق الوطني لانه حديث هو شعور العهد باخدار لنا صديق زمان رأى جديد يعني احتوي فهم لابد بلي رأيش ضغط فهم بلي كل الاضواء رأي ويستطيع التعود على هذا المواقف يجب ان احتراف في هذا المنصب يجب ان يتعود على هذا المواقف يجب ان يتعود على هذا المواقف وان شاء الله يربي يكون معه والفريق الوطني تعالى ان شاء الله يتحسن مستوى ان شاء الله شكرا لك كلمة اخيرة مورد قوطاجي كلمة اخيرة احنا كما قال نتمنى والخير الرياضة تعالى اولا فيما يخص تسيرها وهذا ممكن يخليني نقول انه في حسن بوزيوم يعني ندوة وطنية كوراوية اللي راح تكون يوم 11 و12 متنظيم الاتحادية الجزائرية لكورة القادم وراي حتتطرق للمنظومة الكوراوية اللي ان شاء الله تكون يعني ونستفادوا منها مستقبل نتمنى انه تجيب نتيجة شكرا لك مورد قوطاجين مدىش على الحراش تقافل نعم حراش حسن مستوى تحعة نحو نتمنى المنظومة الكوراوية شكرا لك نتمنى وتوفيق حتى الفريقة الحراش وكل الاندية يعني الناشطة في المحترف الأول والتاني الاندية المدانة متابعين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم صهرة طيبة ومتابعة طيبة لبقية البرامج على قناتكم قناة البلاد والسلام عليكم اشتركوا في القناة